عايز أرجع للدوري وزي ما قلت يمكن طبعا بعد ما باركنا وكل حاجة الحقيقة الموسم ده هو موسم للتاريخ التتويج بدوري الأبطال والسوبر وكأس مصر وتحديدا مصابقة الدوري دي لأنه جاء من بعيد زي ما قلنا في موسم مضغوط جدا جدا بعد ما كان الأهلي في السنين اللي فاتت لما بيخش في دوامة المؤجلات وبيبقى بعيد جدا جدا عن المنافسة بتاعته فالنهار ده بيفقد الدوري ده الأهلي بيفقد الدوري سنتين وراء بعض لحد ما جيه كولر قالك لا الكلام ده ما ينفعش وجات فعلا فترة المؤجلات عام العشرين انتصار متتالي انت بتلعب متش كل ثلاثة أيام فحققت بالتالي أرقام قياسية قدرت بعد كده ان انت تفوز على منفسك المباشر في البطولة ذهابا وإيابا أرقام الحقيقة إعجازية زي ما بتقال ما بيحصلش في أي مكان في العالم دي أكيد بتزود من رصيد الرجل اللي قدام حضراتكم ده من رصيد المدير الفني كولر عند جمهور النادي الأهلي الرجل ده من ساعة مواصل مصر والأهلي محقق معاه تسع بطولات اتنين دوري في اتنين كاس في تلاتة سوبر محلي في اتنين دوري أبطال أفريقيا غير برونزية كاس العلم للأندي فالناس مش بدأت الناس بالفعل حطته في مقارنات مع المدير الفني في الحقبة الذهبية طبعا منويل جزيم أنا بقول المقارنة دي يعني لا هتضر ولا هتنفع يعني ما ينفعش أن احنا أولا نقارن حد بحد ظروف مختلفة التاريخ مختلف البعض بدأ يقول لك لا ده كولر بيتفوق كمان على جزي باعتبار المقارنة ما بينهم في أول سنتين من تولي المهمة وأنه نجحات جزي كانت في ولايته التانية مش الأولى فده بالنسبة ليه النادي الأهلي حبينا بس كده يعني ايه نبدأ بحاجة لطيفة خفيفة تفرح الجمهور أو مفرحة من مبارح للنهاردة علشان نبدأ على التقيل بعد ما نشوف رأي جماهير النادي الأهلي مين أفضل كولر ولا جزي نشوف التقرير ده ونرجع تاني علشان نبدأ في التقيل تفضلوا من وجهة نظرك مين أفضل جزي ولا كولر والله ده كان ليه مرحلة وده كان ليه مرحلة والاتنين يعني ده جزي كان معه أبو تريكا وبركات وعمد النحاس جيل يعني ما تعوضش وكولر رجل بحس انه هو صحيح سويسري بحس انه هو رجل عظيم لأنه بالإمكانات دي قدر يوظف الناس كلها في مكان المقارنة صعبة شوية لأنه طبعا جزي واخد مرحلتين أو ولايتين بينما كولر خاد مرحلة واحدة لكن أنا شايف أن أداء كولر في المرحلة بتاعته أفضل من أداء جزي من هو الجزي كان معاه الجيل الزهب الجيل الزهب اللي قال أبو تريكا وبركاته والجمعة وعمد متعب كان معاه ناس ده كولر هو اللي بيعمل اللعين لأ لو نوجد نظري كولر عشان كولر أولا في ظروف صعبة جدا عكس جزي الجيل اللي معاه أضعف بشوية عن جيل جزي اللي كان معه جزي أنا رأيي طبعا كابتن كولر كولر باللوتي بيلعب في مرافزات أكتر من اللي كنا بنلعبها أيام جزي الفرقة تطورت كتير جدا عن ما كنا بنلعب أيام جزي وطبعا أيام جزي كان الأهلي فيه لعبة كتير كويسة فده طبعا ساعة جزي اللي احنا ناخد البطولات كولر أسس فريق عمل فريق من العدم بطولاتنا كتير الدوري والأفريقيا وكاس العالم فخاط بناس بمجموعات مختلفة بالنسبة الجزي كان جزي معاه مجموعة نجوم كلها نجوم مصر كانت بوجودة معاه فخاطت واعتبر فريق جاهز أنا شايف جزي بصراحة ده رأيي أنا الشخصي يعني كنت بشوفه أنه هو بيدي اللعيبة أفضل يعني مش بيديهم أفضلية لا بس يعني بيعامل مساواية بين اللعيبة كلها كولر شوية فيه لعيبة مظلومين دلوقتي شوية يعني زي كهرباء مثلا يعني كلنا زعانين علشانه ده أول موضوع مختلف يعني أنا كولر معايا لسه بقاله مثلا مكملش سنة وشوية لكن جزي فترة وبعدين جمانيول جزي لما جاي كان النادي القلي يعني هو أضاف فكر وأضاف يعني عمل منظومة جديدة لكن كولر لسه